السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكل أعضاء جروب سوشال ميدياوي مرحبا بكم في الدرس الثالث من كورس اليوتيوب أعتذر عن التأخير في وضع الفيديو لكن إن شاء الله سوف نستمر في وضع سلسلة فيديوهات حول اليوتيوب أو كل ما يتعلق باليوتيوب درس اليوم سوف يكون كما سبق وقلنا هو شرح منصة اليوتيوب الأمور لا يجب على أي منشئ محتوى أن يتعرف عليها الدرس الثالث من كورس اليوتيوب سوف يكون حول شرح منصة اليوتيوب الأمور لا يجب على أي شخص أن يعرفها أي شخص لديه قناة أو فتح قناة أن يتعرف عليها القناة على هذا الشكل سوف تظهر لأي شخص على هذا الشكل من الممكن أن أشرح بعض الأمور في القناة يعني في الواجهة الجديدة وكذلك سوف أشرح بعض الأمور الأخرى في قناتي التي بها مثلاً عدد من الفيديوهات لكي تتوضح الفكرة هنا بالتونل ديسكريبشن أو ما يسمى بنبدأ حول قناتك هذا أمر يعني جد جد مهم ويجب ضروري أن أخذه بعين الاعتبار يعني نبدأ حول القناة يعني ماذا تقدم هذه القناة يعني حسب موضوع القناة أو محتوى القناة يجب عليك أن تضعه هنا إن كان لديك إيميل للتواصل يعني للإستفصال لأي شيء تضع إيميلك لا تضع رجاءً هناك أمر جد مهم يجب أن تتعرف عليه ولا يجب عليك أن تضع الإيميل الذي قمت بإنشاء قناة به على اليوتيوب أن تضعه هنا في الديسكريبشن لماذا؟ لأن قناتك سوف تتعرض يعني للإختراق في حالة تعرض هذا الإيميل للإختراق وكان يعني إيميل الذي أنشأت به القناة فسوف يتعرض حسابك أو قناتك أيضا للإختراق وهذا أمر وقع للكثير من الأشخاص لذلك من الأحسن إنشاء إيميل خاص بالإستفسارات والبيزنس وغيرها من الأمور التي سوف يعني تكتشفها والتي سوف تحتاج إليها مستقبلا بعد أن تكبر قناتك شيئا فشيئا تكتب يعني نبدأ حول القناة ثم تقوم بالضغط على دون طبعا في أهم شيء يجب عليك أن تقوم بمثلا سوف يعني نذهب إلى قناتنا على اليوتيوب إذن يعني سوف أقوم بشرح الأمور التي يجب عليك يعني أخذها بعين الاعتبار هو أبوت مثلا أبوت يجب عليك أن تضع بالدسكريبشن كما نرى هنا هذا المكان والذي تضع به الإيميل الخاص بالتعاون أو التواصل أو السلسارات وكذلك نبدأ حول قناتك إضافة إلى ذلك يجب عليك أن تضع الروابط الخاصة بصفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي التي هي جد ضرورية ومهمة لأن الكثير من الأشخاص لا يحبون التواصل مع صاحب القناة على اليوتيوب مع العلم أن هناك طريقة لإرسال رسائل لصاحب القناة لكن هناك من يعني يفضل انستغرام أو يفضل فيسبوك وغيرها لذلك كل ما عليك هو يعني لن تظهر لك هذه الخاصية بإضافة الروابط في البداية لكن كل ما عليك هو الضغط على هذه الأيقونة وتقوم بالضغط على تفعيل هذه الخاصية الخاصة بتنظيم يعني تنظيم كثير من الأمور في القناة ثم تقوم بالضغط على سيف يعني سوف يظهر لنا هذا يعني هذا الأمر سوف نذهب إلى أبوت هنا بشونال ديسكريبشن يعني سوف تكتب النبضة الخاصة بقناتك وهنا الإيميل يعني كما قلنا يمكنك وضعه حتى هنا ووضعه أيضا في هذا المكان ثم هنا اختيار يعني البلد ثم سوف تضيف يعني اللينكات أو الروابط التي تتوفر عليها لصفحاتك على مواقع التوصل الاجتماعي تضع فيسبوك مثلا هكذا أو تابعني على فيسبوك هنا سوف تكتب أي شيء تريده وتضع هنا الرابط رابط الفيسبوك رابط تويتر رابط يعني المواقع التي تريدها وتريد يعني لديك الحق في خمسة لأنه المكان يعني يكون جد صغير لكن من الممكن إضافة يعني أكثر من خانة لكن من المستحسن وضع تقريبا أربعة إلى خمسة سيكون أفضل ثم تضغط على يعني بعد وضع الروابط وغيرها من الأمور هذه الخاصية هي جد مهمة أيضا سوف تظهر لنا هنا في هذا المكان يعني هنا القنوات الصديقة يعني أنا شخصيا أحببت أن أضيف هذه القنوات الصديقة إلى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذا الصديق قام بوضع وضع قناتي في يعني القنوات الصديقة لذلك أنا أيضا وضعت هذه القناة لأنني أحب ما يقوم به وغيرها من الأمور وهذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص يمكنك إضافة الكثير كل ما عليك وضقت على على هذا الشكل تكشب ما تريد يعني تستطيع أن تكشب حتى باللغة العربية قنوات صديقة أو قنوات أنصحكم بمتابعتها ثم تضع الرابط مباشرة للقناة سوف نقوم بالتجربة مثلا الآن كتبنا الرابط ثم ظهرت لنا قناتي ثم أقوم بالضغط على سوف تظهر لي على هذا الشكل وبإمكاني إضافة الكثير من القنوات طبعا هنا سوف تظهر لك المعلومات الخاصة بتاريخ يعني تاريخ دخولك للقناة أو إنشاء قناتك وعدد السبسكرايب طبعا لن يظهر لك عدد الفيوز لأنه لا تتوفر على أي فيديو طبعا القناة جديدة كذلك كما هنا يعني القناة في سنة 2014 لدي 1800 سبسكرايبر ولديها 83 ألف فيوز يعني إجمالي المشاهدات بالقناة يعني هذا من جهة إذا كنت تتوفر على فيديو تريد تحميله أو تحميله عفوا سوف نمر الآن إلى اللوغو اللوغو يمكنك أو شعار القناة سوف تضغط على هذا الرمز على هذا الشكل وسيؤديك إلى بريند أكاونت الخاص بهذه القناة بجوغل بلاس إذن كما ترون هنا سوف نقوم بتحميل يعني اللوغو كذلك سوف نقوم بتحميل صورة الكوفر الخاصة بجوغل بلاس قوم بتغيير يمكنك تغيير حتى الإسم إن أردت ثم سوف إن كنت تريد رفع فيديو أول فيديو لك أيضا هنا عفوا بصورة الكوفر كذلك أد تونل آرت سوف تقوم بتحميلها من هنا أو اختيار يعني صورة موجودة يعني من هنا مثلا بعد تحميل الصورة سوف تختار هذه الأيقونة لكي تظهر هل هي مناسبة يعني مناسبة أو الأبعاد الخاصة بالصورة مناسبة كما ترون هنا المكان الذي تم تحديده تم اختياره كصورة للكوفر نمر الآن إلى رفع الفيديو عندما تريد رفع أول فيديو خاص بك على اليوتيوب تضغط إلى هنا إبلاود أو رفع هذه هي الأيقونة الخاصة برفع الفيديوهات سوف نقوم بتجربة فيديو مثلا ليس لدي أي فيديو هنا لكن سوف نقوم برفع هذا الفيديو الآن هذه هي الوجهة الخاصة برفع الفيديو ماذا يتم الوضع في هذا المكان؟ هذا المكان خاص بوضع التايتل أو العنوان الخاص بفيديو الذي قمت برفعه لا تضع عنوان طويل ولا تضع عنوان قصير بل ضع عنوان به كلمة مفتاحية المتعلقة بمحتوى الفيديو أيضا أن يكون مثلا أنا قمت بشرح مثلا فيديو يتكلم على منصة اليوتيوب سوف أكتب شرح منصة اليوتيوب شرح واجهة اليوتيوب يعني حسب محتوى القناة بالدسكريبشن أهم شيء هو وضع وصف ملخص لمحتوى الفيديو الذي قمت برفعه إضافة إلى ذلك هذا الوصف من المستحسن ومن الأفضل أن يكون أو أن يتوفر على كلمة مفتاحية لا أقول أن تكتب كلمة مفتاحية لكن مثلا عندما أتحدث على شرح واجهة اليوتيوب أو واجهة اليوتيوب سوف نعتبرها نحن أو يعني فقط نعتبر يوتيوب هي كلمة مفتاحية لهذا الفيديو لذلك سوف نختار مثلا واجهة تعرف في هذا الفيديو على الواجهة الجديدة لليوتيوب أو كذا يعني تضع ملخص أو نبضة على محتوى الفيديو الذي قمت برفعه ويحتوي على كلمة مفتاحية إضافة إلى ذلك بإمكانك أن نزول إلى أسفل ووضع روابط لمواقعك أو مواقع التواصل الاجتماعي التي تحتوي عليها يعني صفحاتك ومن المستحسن أن تستعمل جوجل URL لاختصار الروابط فهو جد مهم لا تستعمل المواقع الربحية لاختصار الروابط كـ جيد وكل ما عليك وان تذهب الى موقع keywords سوف نذهب keywords keywords tools في حالة تريد البحث على كلمات مفتاحية متعلقة بالفيديو الذي قمت به ولا تعلم بها يمكنك يمكنك كتابة هنا او الدخول الى هذا الموقع keywords tools سوف يظهر لك الكلمات المفتاحية المقترحة على جوجل وعلى يوتيوب وعلى محرك بحث بينك وامازون وابستور يعني نحن نريد اليوتيوب سوف نضغر نكتب يوتيوب ثم ونختار الدولة التي نريد وكذلك اللغة وبالتالي سوف نختار source اذا يعني مثلا في المغرب هو باللغة العربية الكلمة المفتاحية اكثر بحثة يعني مثلا هنا يوتيوب ميوزيك MP3 يوتيوب اديتور بارتنر ريواند channel يوتيوب اكثر يعني سوف تختار احد هذه الكيووردات المتعلقة بمحتوى الفيديو الخاص بك اضافة الى ذلك قبل دائما لا تجعل الفيديو بريفايت ولا تجعل لا تقوم بعمل دون لكن اجعله بريفايت يكون احسن لك تقوم بالتعديل على المعلومات او البيانات الوصفية الخاصة بالفيديو الخاص بك هنا ادبلايس يعني ان كنت تريد انشاء قوائم تشغيل بقناتك عندما تكبر قناتك وتتوفر على محتوى طبعا يمكنك اضافة قوائم تشغيل وتقوم بتنظيمها مثلا قناتي تتحدث على التقنية بشكل عام واتحدث احيانا على اليوتيوب واقوم بعمل فلوغ مثلا اختار يعني بالبلايس هنا سيكون هناك قوائم تشغيل بشكل مختصر هناك مثلا تحدثت على فيديوهات خاصة باليوتيوب قمت بعمل فلوغ عملت مراجعات عملت ايضا مقابلات ثم برنامج كامتازيا ستوديو وضعته على شكل قوائم تشغيل وهذا امر جد مهم سيجعل المشاهد يرى ان قناتك منظمة بفعل واي شيء يريد البحث عنه في قناتك ان يدخل في القائمة تشغيل الذي يتم بها يمكنك الضغط على كرييت وكتابتها يعني كتابة او قائمة تشغيل ثم كرييت على هذا الشكل طبعا من المستحسن ان لا تقوم بانشائها في البداية حتى يعني تنشئ اكثر من فيديو وتقوم برفعه بقناتك بعد ذلك يتم رفع الفيديو وتعمل بالنسبة للصورة المصغرة لن تظهر لك هنا ويمكنك اختيارها لماذا؟ لانك يجب عليك تفعيل قناتك برقم هاتفي كيف ذلك؟ سوف نضغط على فيديو ما ندر على هذا الشكل دائما هذه هي لو حتى حكم الخاصة بالفيديو او القناة الخاصة به هنا بالدتش بورد يظهر لي القناة على هذا الشكل يعني بإمكاني رؤية الفيوز والسبسكرايب وكذلك مدة المشاهدة وكذلك الفيوز والسبسكرايب التي اضيفت في اواخر الثمانية وعشرون يوم يعني هذه المعلومات خاصة باخر ثمانية وعشرون يوم هنا سوف تظهر لي بالنسبة للتيبس سوف تظهر لي بعض الامور التي سأتوصل بها من يوتيوب ايضا هنا بالكومونت يعني التعليقات الخاصة بالناس هنا فيديو ماناجر يعني بلايس كما ترون سوف تظهر لك البلايس التي قمت بإنشائها هنا ليب ستريم الخاصة بإنشاء يعني عمل بط مباشر لقناتك بالضغط على get started ضروري يعني أن تقوم بعمل the verification لحسابك تختار عن طريق يعني وضع رقم هاتفك وتتوصل بكود وتضعه هنا ثم submit ايضا هنا community لمراقبة التعليقات والرسائل والسبسكرايب ايضا هنا سوف تظهر لك يعني التعليقات وهنا بالlikely spam او ما يسمى بالتعليقات غير مرغوب فيها يجب عليك دائما حدفها بشكل مستمر بقناتك سواء لديك اصلا قناة يعني بها تفاعل او بدأت في اليوتيوب يجب عليك دائما الاهتمام او اخذ الانتباه من هذا الامر لانه مخالف لليوتيوب هنا الميسيج الرسائل التي توصلك كذلك هناك رسائل غير مرغوب فيها تقوم بحذفها subscriber تقوم بمراقبة العدد او المشتركين الذين اشتركوا بقناتك community setting يعني اختيار مشرف على مشرف على الكومنتات يعني يكون مشرف لحذف الكومنتات التي ليست جيدة تضع رابط قناتي هنا اضافة الى ذلك هناك تريد يعني عمل بلوك لبعض الكلمات الغير لقية ممكن كتابتها هنا لكي يعني لا تسمح بوضعها في قناتك هذا الامر اتركها كما هي هنا الوجهة الخاصة بالتونل يعني عندما تريد تفعيل حسابك برقم هاتفك تضغط على verify على هذا الشكل سوف تظهر لك مكان كتابة الرقم upload يعني مفعل ان تقوم برفع فيديوهاتك video editor يعني انشاء فيديوهات مباشرة على اليوتيوب لكن من المستحسن عمل منتاج بنفسك ثم رفعها monetization لن يعني تقوم باختيار البلد ثم بعد ان تحصل على بعض مشاهدات كاجمالي القناة يعني كاجمالي مشاهدات القناة تقوم بتفعيلها هنا lead stream لن تفعلك حتى تكبر القناة وهنا الكثير من الامور التي ستبقى على هذا الشكل بالنسبة لرابط القناة لن تغيرها حتى تصل قناتك الى 100 مشترك ومن الاحسن ان تختار اسم واحد وبعد تعديل على الرابط الخاص بقناتك لا يسمح لك تعديل عليه مرة اخرى فلديك الحق في مرة واحدة يعني اول واخر مرة لذلك حاول اختيار يعني اسم القناة يعني اسم القناة بصفة نعمة ان يكون بشكل جيد اي بلاود ديفولت يعني هذا امر جد مهم يمكنك عمل اختيار مثلا في الديسكريبسن سوف تضع مثلا معلومة على قناتك او نبدأ على قناتك وصفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تضعها وتبقى بشكل مباشر عندما ترفع الفيديو سوف يظهر لك بشكل مباشر المعلومات التي قمت بتسجيلها هنا وكذلك بإمكانك وضع الطاق التي من الممكن عندما رفع اي فيديو سوف تعيدك بشكل مباشر وكذلك بإمكانك وضعها على هذا الشكل كاتيجوري اختيار فئة الفيديو او الفيديوهات التي تقوم بها هنا لايسنس هل تريد ان تجعل الفيديوهاتك مرخصة او لا كل هذا الامر تختارها ثم تضغط على save هنا featured content تختار يعني مثلا الفيديو الذي من الممكن ان يظهر لك على هذا الشكل تختار في بداية الفيديو او اختيار التوقيت الذي تريد ان يظهر وضع يعني فيديو كمثلا سنقول كchannel ads اوكي اكسبت سوف هنا تضع او تختار فيديو لكي يظهر على شكل اعلان في فيديوهاتك branding سوف تختار لوغو الخاص بقناتك لكي يظهر على هذا الشكل سوف نختار احد الفيديوهات لكي ترون هذا الشعار يعني على هذا الشكل سوف هذا هو هذا الخيار يعني watermark يعني على هذا الشكل سوف يظهر لك على هذا الشكل هنا تختار الضغط على add واختيار اللوغو الخاص بقناتك advanced سوف يعطيك المعلومات او باقي المعلومات الخاصة بالقناة كاختيار الدولة هنا جد مهم هو كتابة الكلمات المفتاحية الخاصة بقناتك يعني يجب عليك وضعها بشكل متأني واختيار كلمات مفتاحية بالاستعانة بهذا الموقع يعني كلمات المفتاحية المتعلقة بالقناة يجب عليك وضعها هنا وعمل save هنا بإمكانك ان تختار يعني subscribe ان تقوم بتغطيتها او ان تظهر للجامع analytic هنا مراقبة جميع الاحصائيات الخاصة بقناتك بشكل كلي لن تظهر حاليا واختيار المدة سوف تظهر لك جميع المعلومات او الاحصائيات الخاصة بمدة watch time او المشاركين او like وال dislike كذلك فيديوهات خاصة بقوائم تشغيل كومنتات النشر الكارد وغيرها من الامور create هذا هو يعني ان كنت تريد اختيار الموسيقى المتواجدة بمكتبة اليوتيوب هنا هو ما يسمى فيديو اديتور اذا كنت تريد انشاء فيديو من هنا ويعني من المستحسن انشاء فيديو بالمونتاج وهذا امر جد رائع اذا هذا يعني تقريبا اهم شيء باليوتيوب يعني ضروريات التي ضروري عليك ان تعلم بها او التي يجب عليك ان تأخذ بها بع الاعتبار اذا خصوصا لدينا امر اخر جد مهم وهو اكاديمية اليوتيوب او ما يسمى بكرياتر اكاديمي الخاصة بها كورسات عديدة باليوتيوب في اي لغة تريد يعني توجد اللغة العربية الفرنسية والانجليزية وباقي اللغات التي تسقنها وتبدأ في الاطلاع على هذه الكورسات عند اختيار الكورسات والاطلاع عليها سوف تجدز امتحان والامتحان على نقطة 75 في المئة وتحصل على شهادات تدريبية انا تقريبا حصلت على كثير من شواهد تدريبية الخاصة بكورسات كرياتر اكاديمي وبالتالي يعني من المستحسن الاطلاع على هذه الدروس من البداية والتسجيل بقناتك الجديدة لكي تبدأ شيئا فشيئا في التعلم واكتشاف عالم اليوتيوب اتمنى من صميم القلب ان تنال الحلقة اعجابكم وان تكون جيدة وبها الكثير من المعلومات واي شيء لديكم ببعض التساؤلات او السفسارات حول الامور التي تطرقنا اليها ارجو منكم طرح التساؤلاتكم في التعليقات وسوف احاول ان شاء الله الاجابة عليها ما امكن وشكرا على حسين تتبعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتكم في درس اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة